رحبوا معي بالفنانة العراقية جمانة كريم أهلاً ماشاء الله وأنا عبالي لطيفة تونسية مساء الخير مساء الخير عليكم جميعاً نورتين فنانتنا العزيزة جمانة كريم شكراً جزيلاً أنا أتشرف بوجودك وأتشرف بوجود هكي برنامج على قناة MBC العراق إن شاء الله تكون خطوة جميلة إن شاء الله إن شاء الله نحن تذكرين كيف نروح للتصوير دائماً نتغنيين أي أغني أنا صوت نشاز ومعرف نشاز ندري به من زمان ما تشوفين المصرة مطربة كنت ندنينين بأغاني الفنان كاظم الساهر أي صح هواية وليس كاظم والله عاجبني يبعد عني يلا تختار لي أنت كيفك يلا يبعد عني وإحنا نشجعك طلعش بي كمان لعلوم خاف يطلعش لي نشاز بعداني ممثلة ممغنية لا بالعكس وياك وياك إذا عدا عني يا ابن الناس خليني بمراري وروح شداوي جرح جرحين أنا مية جرح مجروح إنني جيت أنت والله شنو معنى اسم جمانة اللؤلؤ البيضاء شي جميل حلو كذا قاموا اسم موجود إلى تفسير معين جمانة اسم حلو يعني ميزتش رافلتش يعني أحبه هو وجه خير حلو حلو جمانة كبير اسم جمانة يعني أنت ما سويت اسم فني مثلا لبلوبة لا هو جمانة كريم هو اسم فني أصلا بس أكثر الناس ما يعرفون به ما يعرفون به أي ومتحفظة على اسم الحقيقي جميل جدا يمكن أكثر من جمانة دخلنا نشوفه نتعرف عليه يعني إذا يعني أقول اسم الحقيقي اللي بالهوية والجواز يمكنني يكون هاي أول مرة عبر برنامجكم أي ما يخالف شكو به اسم أكيد حلو مهم ضروري أي نحن 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 جمانة ويشها خير علي زين الاسم الحقيقي اللي بالهوية نور الله بس مو قوية آني باسم نور مثلا مو دائما أسمعا فقط من الأهل هناك يعني معنى آخر جمانة معناتها تنور ليش تنور تنور شنو تخبزيني هواي بالبيت تنت أخبز أنا طفلة صدو كل شاطرة بالخبز يعني أنتم بيت كل شاطرة بالخبز من شنو الطفلة حلو الصف خامس ابتداي أنا أخبز يعني الخبز ما تشون بالله شون خبز مو حمبينا من الحركة أنا أقول لك أول شي شنقاية هيشي وهيشي وهيشي وبعدين أخليها بالصينية فوقها سمسم وبعدين لازم هاي تكون مزدودة وبعدين هيشي أول شي مزدودة دبيا بتنور دبيا بتنور أخ شكرا للمشاهدة